السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وحبابنا طلاب ثلاث سنوي ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الصورة الخمسة والستة من صور التقاصر اللاجنز وهو التوالد البكري او التوالد العزري والصورة ستة هتكون زراعة الانسجة بالنسبة للتوالد البكري نحن نقدر نعتبرها ارخم او اصعب صورة من صور التقاصر اللاجنز لان بيكون فيها تفاصيل كتير وفيها لغبطة كتير طيب تعال نشرح الموضوع كده من اوله بطريقة سهلة او لزيزة انا بيكون مثلا معايا اللي هي ملكة نحل العسل دي كده مثلا ملكة نحل العسل ايت ملكة نحل العسل لما تيجي تتقاصر هي طبعا الخلايا بتاعتها كلها خلايا الجسدية بتاعتها بتكون اتنين نون تمام الملكة دي لما تيجي تتقاصر بتبتدي لها تكون البويضات بتاعتها بالانقصام الميوزي يعني انها تكون الفاقيصت دي كده بويضة 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 بتي كلها بتبع عبارة عن بويضات والبوعدات دي طبعا بتكونه عن طريق انقصام اسم انقصام ميوزي يعني انقصام إختزائي فطبعا دي اتنين نون هتكون لي بويضة البيضة دي بتكون نون تمام بتبتدي انا هي تتخزينها داخل كيس جوه الملكة دي كده ملكة نحل العسل ملكة نحل العسل تمام يبقى ندلاتي معايا ملكة الملكة دي الخلالة الجسدية بتاعتها المبيض بتاعتها خلالة جسدية بيكون اتنين نون لما تيجي تكون البيضات بتاعتها بتكونها بانقصام ميوزي فبتكون لي بيضات نون وتفضل نهية تطير بقى الفوق لأعلى مكان تقدر توصل فبيطير وراها مين؟ بيطير وراها زكور نحل العسل فتاكده مثلا زكر نحل العسل الزكر طبعا بيكون حجمه اصغر شوي وخلي بالك في معلومة لازم تاخد بالك منها ان الزكر ده الخلالة الجسدية بتاعته بتكون نون ولما يجي يكون الحيوانات المنوية بتاعته بيكونها بانقصام ميت وزي بيكونها بانقصام ميت وزي فبيديني حيوان منوي الحيوان المنوي ده بيكون نون برضه طيب يفضل يجري الزكر ده ورا مين ورا الملكة فطبعا هي بتوصل لا اعلى مكان بحيث ان الزكور الضعيفة بتموت في السكة فما يفضل تطلع تطلع لا اعلى لحد ما توصل لا اعلى مكان ممكن توصل له وبيوصل له طبعا مين اقوى زكر نحل عسل وبعد كده اول ما يوصل بيبدد ان هو ايه يلقاح يلقاحة يعني يحط عندها لايه الحيوانات المنوية ده كده كلها حيوانات منوية والحيوانات المنوية برضه بتكون عبارة عن نون وبعد ما يلقاحة بيموت يعني بعد ما يمشي وراها طريق ده كله ويوصل له يكون اقوى واحد بيموت تمام فاصبح دلوقتي هو حصل تلقيح ولكن ما حصلش اخصاب يعني التلقيح بدون اخصاب تمام يعني حصل تلقيح بس ما حصلش اخصاب فاصبح دلوقتي عندها واند بويضات نون وعندها حيوانات منوية برضه نون ولكن هي جسمها نقدر أن نعتبر كدة أن النص اللي تحت ده بيكون فيه البيضات والنص اللي فوق بيكون فيه الحيوانات المنوية لحد ما ترجع بقى للخلية الخلية بيكون في ميوجود من الشغالة الشغالة دي بتبتدى انها تنسج الخلية على شكل سداسي تبدأ انها تكوالي مجموعة كده من الاشكال السداسية انا اللي himني بس ان بيكون فيه معايا فتحات كبيرة ويكون فيه معايا فتحات صغيرة يعني بغض النظر عن الشكل اللي بيكون معايا شكل مثلا ايه كبير كده وشكل ايه صغير طيب تيجي بقى الملكة عشان تعدي خلال الاشكال دي لما تيجي تعدي من الفتحات الكبيرة بترمي فيها البويضات اللي هي بتبقى نون بس ترمي فيها ايه بويضات اهيت والبويضات دي بتكون نون بس لكن لما تيجي تعدي بفتحة الصغيرة افاها السوارة دي لما تيجي تعد منها بتضغط عليها بتفعصها فلما بتفعصها بتبدأ انها تحط حيوانات منوية وكمان تحط بويضات يعني هتقدر تحط لي حيوانات منوية هي تنون وكمان هتحط لي بويضات دي كده بويضة وحيوان منوية بويضة وحيوان منوية بويضة وحيوان منوية كده بويضة وحيوان منوية طبعا الفتحة دي بتكون واسعة فمش هتقدر ان هتحط لي فيها حيوان منوي هتنزل فيها بويضات فقط سنزلي فيها بويضات فقط طيب يبقى اصبح دلوقتي ان انا معايا بويضات هيحصل لها اخصاب عادي خالص اهوت يعني مثلا بويضة نون اهيت هيحصل لها اخصاب يعني بويضة نون زائد حيوان منوي نون يعني حصل عملية اسمها عملية الايه الاخصاب تمام والتقاصر ده بيكون تقاصر جنسي عادي خالص تقاصر جنسي عادي حيوان منوي نون وبويضة نون يدوني كائن اتنين نون دايما الاتنين نون ده بيكون اناس انما انا عندي النص التاني او الطريق التاني ده بيكون في بويضة بتفضل نون زي ما هي تقعد تعمل مجموعة من الانقسامات الميتوزية بيحصل لها انقسام ميتوزي انقسام ميتوزي فبتديني كائن نون الكائن النون ده هو اللي بيكون زكر تمام ده كده الزكر طيب فيه معلومة صغيرة بس حابب ان انا وضحها لك اقولك مين هو المحدد للجنس بالنسبة لنحل العسل احنا بالنسبة لنا مثلا بالنسبة لأي كائن انا بيكون مثلا عندي حيوان منوي الحيوان المنوي ده بيكون عبارة وان نفترض عن 22 زائد Y او 22 كرموسومي يعني زائد X والبيضة بتبقى عبارة عن 22 زائد X فلما يحصل اخصاب مثلا مع حيوان منوي 22 زائد Y مع 22 زائد X ساعتها هيكون لي زكر اللي هو 44 زائد X Y وفي الحالة دي كده هيكون زكر انما مثلا لو حصل اخصاب من 22X مع 22X ساعتها هيكون لي 44 زائد X X ودي كده هتكون انزة فيبقى المحدد للجنس بالنسبة لأي كائن عادي خالص هو الكرموسوم لو الكائن ده عنده كرموسوم Y هيكون زكر انما لو الكائن ده معندهش كرموسوم Y وعنده 2X هيكون أنزة او بقى في نحل العسل الموضوع بيختلف تماما ازاي ان اللي بيحدد الجنس هو عدد الكرموسومات فهو مثلا لو في عندي وفي عندي كائن اتنين نون يعني اتنين وثلاثين كرموسوم ده ساعتها يكون انزة انما مثلا لو كان عندي كائن نون يعني 16 كرموسوم ده ساعتها بيكون زكر فهنا دلوقتي بيكون معايا ملكة ملكة نحل العسل الملكة دي طالما انزة يبقى كده اتنين نون لما تيجي تكون البويضات بتاعتها بتعمل انكسام ميوزي يبقى حصل انكسام ميوزي فاصبح معايا بويضة نون يبقى دي كده بويضة يعني مشييج مؤنس ماشي البويضة دي ممكن يحصل لها اخصاب اخصاب من حيوان منوي نون يبقى يصبح نون زائد نون اهوت يدوني كائن اتنين نون الاتنين نون ده اول ما شوف اتنين نون في نحل العسل اعرف ان هي انسة وده بيكون تقاصر جنسي عادي خالصة تقاصر جنسي عادي خالص حصل اخصاب وتقاصر جنسي عادي خالص انما مثلا ممكن النون دي تفضل زي ما هي ويحصل انكسام ميتوزي الحالة دي بقول عليها توالد بكري او توالد عزري بتعمل ايه انكسام ميتوزي فهتبدأ انها تكون لنا بويضة برضو نون يعني البويضة النون اللي هتبدأ انها تكون لنا بقى كائن تاني نون لانه انكسام ميتوزي بانكسام ميتوزي بانكسام ميتوزي عشان يكون مين عشان يكون امشاج يبقى زكر ناحل العسل لما يجي يكون الامشاج بتاعته بينقسم انكسام ميتوزي يبقى دلوقتي يبقى الخلاق الجسدية اصلا بتاعت زكر ناحل العسل هتبقى عبارة عن نون برضو طيب نيجي بعد كده الاتنين نون اللي هي الانسة دي الاتنين نون اللي هي الانسة الانسة هنا على حسب بقى الغذاء لو كانت غذاء ملكات لو كانت غذاء ملكات ساعتها هتكون هتبقى عبارة عن ايه عبارة عن ملكة والملكة بتكون خصبة يعني خصبة يعني تقدر ان هي تكون بويضات انما لو كانت مثلا رحيق ازهار رحيق الازهار هتبتد انها تكون ايه شغالة والشغالة دي ما لها بتكون عقيمة يعني ما تقدرش تكون افراد عشان كده ممكن نيجي سألك سؤال وقولك هل الغذاء بيكون لي دور في تحديد خصوبة الافراد اه الغذاء بيكون لي دور في تحديد خصوبة الافراد بمعنى ان مثلا كان معي انسة اثنين لونية في ناحل العسل الانسة دي لو كانت غذاء ملكات ساعتها هتكون ملكة خصبة انما الانسة دي لو كانت رحيق الاخذار ساعتها هي لتكون شغالة والشغالة دي بتكون عقيمة بس خلي بالك الشغالة بتكون اثنين لون والملكة برضو بتكون اثنين نون فالحلقة دي اسمها حالة التوالد البكري التوالد البكري في ناحل العسل ويبقى العامل المحدد لنوع الجنس في ناحل العسل هو عدد الكروموسومات وليس управل اكس او الكروموسومة واي عدد الكروموسومات اول ما تشوف انه هو اثنين لون تعرف ان دي كده انسى لكن لو شفت ان هو نون بس تعرف ان هو ايه ان هو زكر طيب اما يجي اسألك سهل بقى اقول لك هنا من هو الزكر اللي بينتج من نمو البيضات دون اخصاب يبقى فيه شوية معلومات كده صغيرين على جنب عايز اقول لك فيه زكر ينمو اعزين بس مكان فاضي هنا كده زكر ينمو من نمو ببيضات دون اخصاب من نمو ببيضات دون اخصاب من هو الزكر ده ده زكر نحل العسل طيب لو جيه اقول لك مثلا من هو الزكر اللي بينتج دون اب زكر ينتج دون اب ده برضو زكر نحل العسل من هو الزكر اللي لا ينتج الا اناس زكر لا ينتج إلا إنس ليه لا ينتج إلا إنس ليه الزكر ده لا ينتج إلا إنس بص كده هو الزكر ده لما يجي تكون الحيوان المنوي قادي الحيوان المنوي بتاعه طبعا بيتقصر جنسي فقط بيكون نون وبيتقصر جنسي فقط بيكون الأمشاك بتاعته بانقصام ميتوزي هيكون الأمشاك بتاعته بانقصام ميتوزي فالأمشاك ده هي هيت هيبدأ أنه هو يوديها المين يوديها للملكة فيحصل بعد كده إخصاف فتكون لي مين تكون لي كائن اتنين نون وانا قلت لك ان دايما الاتنين نون دي بتكون ايه بتكون اناس فيبقى لما يقول لك زكر لا ينتج الا اناس هتكون زكر نحل العسل برضو طيب كمان لما يقول لك مين هو الزكر اللي كل خلايا الجسدية او الجنسية او حديث المجموعة الصبغية زكر كل خلايا زكر هكون كل خلايا خلايا الجنسية والجسدية احدية المجموعة الصبغية يعني بيكون نون بس احدية المجموعة الصبغية يبقى مين ده يبقى ده كده زكر نحل العسل يبقى زكر بينمو من نمو بيضات دون اخصاب زكر ينتج دون اب زكر ينتج دون اب يعني ملوش اب زكر لا ينتج الا اناس زكر كل خلايا الجنسية او الجسدية احدية المجموعة الصبغية طيب تعالى بقى ايه نشوف الخصائصية ملكة نحل العسل بتكون اتنين نون ماشي ملكة نحل العسل هتكون معايا اتنين نون بتعمل تكسر لاجنسي وبتعمل تكسر جنسي ادى تكسر لاجنسي هوات وادى تكسر الجنسي هبتكوني البوايدة بتاعتها عن طريق انكسام اما يوسف فبتكون نون فهنا بوايدة نون بيحصل لها اخصاب فبتنموا بعد الاخصاب لتعطي اناثا فقط اتنين نون ماشي والنحية التانية بتبقى بوايضة نون بتحصل طوالد بكر والطوالد بكر ده بيكون طبيعي فهتديني الزكور فقط اللي هو مين اللي هو النون النون ده لما يجي يكون الأمشاك بتاعته بيكونها بانكسام ميتوزي فلما أقول لك ذكر برضو نضيف عليها زكر يكون الأمشاك بتاعه يكون الأمشاك يكون الأمشاك بالانكسام الميتوزي الميتوزي طيب عشان يدينا مين حيوان منو برضو نون طيب إنما النحية التانية على حسب نوع الغذاء ممكن تكون مالكة خصبة وممكن تكون شغالة عميقة فهنا أقول لك قد يلعب الغذاء فعلا دارا في خصوبة الأفراد دي عبارة صحيحة المحدد لنوع الجنس هو عدد الكروموسومات المحدد لنوع الجنس هو عدد الكروموسومات في الكنات الحية ما عدا ما عدا مين بقى المحدد لنوع الجنس هو عدد الكروموسومات فعلا أول ما تلاقي إن هو 32 تعرف إن تعرف إن دي كده أنسة يعني 2 نون لكن لو لقيتها نون بس يعني 16 كروموسوم تعرف إن هو زكر طيب ده كان بالنسبة للتوالد البكري في زكر نحل العسن طيب منحنة بالنسبة لمنحنة للتوالد البكري المنحنة بيبقى عاملة ازاي؟ بيبقى مثلا دي معي 2 نون اهوة ودي كده نون اللي بيحصل ان الأنسة بتكون لي البيضة دي كده أنسة هيت 2 نون بتعمل انقصام ميوزه بتكون هذه البيضة نون وهكزا فيبقى معاي دلوقتي開始 الان Patro بتكون لي نون بس فالنون بس ده لو مين ذكر نحل العسل فده يIGHT recl عن التباود البكري في نحلة العسل ده بالنسبة للحجم خلي بالق Early يكبر حجم معي هو يكون مين الملكات علอะ When it becomes, it becomes a bigger مع Lineage which brings is low sole تعال بقى نعرف الصفات المت triangressed التولد العسري بالنسبة للخصائص من التقاصر لان كلمة التولد ال بيكري يعني الأخ Shock ique ال sufficient ليه بقى? لان الانقسام الميوجي بيكون جاي من مين؟ بيكون اه طبعا انا بعتمد على البويضة نفسها تعريف كلمة التولض البكري هو قدرة البويضة على انتاج فرض بدون اخصاب من المشيج المذكر قدرة الايه؟ البويضة تب البيضة دي جاية من انقسم ايه؟ بانقسام ميوزي من انقسام ميوزي وبالتالي ده انقسام ميوزي وبالتالي ده كده هيكون نوع خاص من التكاسر الايجنسي لان المعروف ان التكاسر اللي جنسي وهن بيعتمد على انقصام ميوزي هدي بقى اول حاجة البيضة هي بتكون جاي من انقصام ميوزي علشان كده بيكون في تنوع وراسي ولكن التنوع الوراسي ده بيكون موجود فين بقى بيكون موجود في نحل العسل فقط نحل العسل فقط يعني لما اقول لك من هو التقاصر من هو التقاصر اللي جنسي اللي بيكون في تنوع وراسي معروف ان اي تقاصر جنسي اي تقاصر جنسي بيكون في تنوع وراسي والتولد البكري هو الصورة الخامسة معايا من الصور التكاثر اللاجنسي ومع ذلك بيكون في تنوع عراس طب التنوع عراسي يجي منين بيكون في نحل العسل فقط ليه نحل العسل لان البويضة اصلا اتكونت بالانقصام الميوزي وطالما انقصام الميوزي بيكون في ظاهرة عبورة هيكون في تنوع عراس ولكن مش في كل انواع التولد البكري ده بيكون في نحل العسل فقط طيب هو بيقولك ليه نوع خاص لانه بيتم فرض واحد فقط بيتم بفرض واحد فقط عشان كده بيكون مكلف بيولوجيا يعني وما أقول لك مين هو تقاصر الجنس اللي بيكون مكلف بيولوجيا التولد بكري لأنه بيتم بفرض واحد فقط وينتج الأبناء من المشيج المؤنس يعدس في البيضة ولا يحدس في الحياة المنوية يعني ليه بيحصل في المشيج المؤنس ومبيحصلش في المشيج المذكر لأن البيضة بيكون حجمها كبير وبيكون عندها كمية كبيرة من السيتولازم وكمان كمية كبيرة من الغذاء بيكون جواها غزاء كتير وكمية كبيرة من السيتولاز لكن حول منو الحنونة بيكون صغير وبالتالي ما عندهوش غزاء كتير فأنا أثناء الانقصامات أنا بحتاج غزاء يعني خلال التولد البكري بيتبقى مجموعة من الانقصامات الميتوزية خلال الرحلة دي كلها أنا بحتاج كمية كبيرة من الغزاء الغزاء ده هيكون موجود فين؟ هيكون موجود بكسرة داخل البيضة لأن البيضة حجمها كبير وفقى كمية كبيرة من السيتولاز وفاكمية كبيرة من الغذاء وبالتالي التولد البكري بيحصل في المشيج المؤنس وليس المشيج المذكر لان البويضة تداخل الغذاء والسيتوبلازم على عكس الحيوان المنوي مما يمكنها من القيام بالانكسامات التالية والنمو طيب انا بالنسبة للتولد البكري بيكون في عندي تولد بكري طبيعي بيحصل في نحل العسل وحشرة المن وكمان بيكون في تولد بكري صنعي بيحصل في نجم البحر والضفدع وكمان هنزود عليهم الارنب الارنب كان حصل فيه تولد بكري ونجح فيه بس ما كملش الان الارنب طبعا من الكائنات اللي بيكونوا طلقيح عندها داخله وبالتالي بحتاج رحم بحتاج الى رحم لكن نجم البحر لأ طلقيح خارجي والضفدع طلقيحها خارج هنتكلم عنها دلوقتي كمان شوية طيب بيكون برضو عندي تولد بكري دائم وتولد بكري دوري يعني ده النوع الثاني وده النوع الثاني وكمان تولد بكري عشوائي تولد البكري الدائم ده بيحصل في نحل العسل يعني دحن العسل ده بتديني مرة تكاثر جنسي ومرة تانية بيبقى تكاثر لاجنسي على طول شغالة مرة كده ومرة كده فعشان كده بقول عليه تولد بيكري ده انما التولد البيكري الدولي لا في حشرة المن لان في الظروف المناسبة وفرت الغذاء في النبات وفصلي الصيف والربيع هي بتعمل حشرة المن تكاثر لاجنسي اللي هو التولد البيكري هي بقى فصلين بس يعود خلال فصلي الربيع والصيف بيبقى فصل الربيع والصيف وفي الظروف الغير مناسبة في الشتاء وفي الخريف تكون بتكاثر الجنسي عشان كده بقول عليه تولد بيكري دوري طيب في تولد بيكري عشوائي اللي هو مثلا كل 5-6 مرات اللي هي دودة القزة يعني دودة القزة أو دودة الحرير كل 5-6 مرات كده ممكن تجيب مرة ايه تولد بيكري عشوائي فساعتها بقول عليه تولد بيكري مش شرط رقم معين 5-6 مرات تكاثر جنسي بتجيب مرة ايه تكاثر لجنسي 6-7 مرات وهكذا يعني فعشان كده بقول عليه تولد بيكري عشوائي طيب برضو من حيث الافراد اللي بتكون ناتجة في تولد بيكري بيديني ذكور فقط زي مين زي نحل العسل نحل العسل قداني الزكر فقط الزكر فقط لان الزكر بيكون نوع تمام وفي تولد بيكري بيعطي ناسا فقط زي حشرة المن وفي تولد بيكري ممكن يعطي ناس وممكن يعطي زي كور زي الحاجة اللي انضافت عليكم السنة دي زي مين بعض انواع حشرة المن طيب احنا خلاص فاهمنا موضوع موضوع تولد البيكري في نحل العسل طيب تعالي نشوف تولد البيكري في حشرة المن بص كده بيكون معي حشرة المن هي انسة حشرة المن انسة حشرة المن بتكون طبعا اثنين نون فلما تيجي تعمل انقصام ممكن تعمل انقصام ميوزي لما تيجي تكون البويضة بتاعتها ممكن تعمل انقصام ميوزي ممكن تعمل انقصام ميتوزي الانقصام الميوزي هيديني بويضة نون البويضة النون ده ممكن يعمل لها يحصل لها بعد كده اخصاب ممكن يحصل لها اخصاب إخصابي يعني مثلا حيوان مانوي نون وبويدة نون فتقول لي فرض 2 نون يمكن يكون ذقر وممكن يكون أنس طيب إنما الإنقسام الميتوزي لا إنقسام الميتوزي يبقى تديني بويدة ويدة 2 نون طالما بويدة 2 نون هتعمل مجموعة من الإنقسامة الميتوزية تنقسم إنقسام ميتوزي فالحالة دي اسمها حالة ايه? توالد بكري. توالد بكري. فطبعا هتديني كائن او فرض اتنين نون ودي دايما بتكون انسة. في انواع معينة بتديني انسة وذكر ولكن ده بيكون انسة. ليه بقولك دايما انها بتكون انسة? لان مسلا ده لو كان اه في اكس هنا هيحصل له تضاع فيبع معي اتنين اكس. فدي كده مسلا هتكون ايه? هتكون انسة. طيب ايه الغرض من التوالد البكري في حشرة المن هو تقليل التكلفة البيولوجية. يعني تقليل تكلفة البيولوجية هو من اللي بينجب? من اللي بيجيب البوايدة? في حشرة المن القنسة. وبالتالي انا عايزة زودل يبقى زيادة زيادة عدد الانس. يبقى الغرض منها وزيادة عدد الانس. وطالما زيادة عدد الانس يبقى انا كده بقى بقى من التكلفة البيولوجية. فلما جيب لك مسلا سؤال يقول لك معي انسة اه حشرة المن. دي بتُنجب مثلا ان جابت مرتين تقاصر جنسي. هتُنجب مرتين مرتين جنسي ومرتين لا جنسي بالتبادل طبعا مع بعض مرتين جنسي ومرتين لا جنسي بالتبادل مع بعض فنا دلوقتي مع العلم ان هي مثلا بتجيب في التقاسر الجنسي مرة زكر ومرة انسى كم عدد الافراد النتيجة كم عدد الزكور وكم عدد الاناس بص بقى مرتين جنسي اول مرة هتجيب زكر اول مرة هتبقى زكر طيب بعد كده هتجيب هنا مرة لا جنسة تبقى انسة تاني مرة هتجيب هنا انسة تالت مرة هتجيب هنا انسة فيبقى كده اصبح معايا النسبة بين الزكور الى الانس يبقى الزكور هيكونوا كام الزكور هيكونوا واحد بس لكن الانس هيكونوا كام هيكونوا تلاتة تمام يبقى دي النسبة ليه لانا معايا انسة هيت ودي الانسة التانية ودي الانسة التالتة فيبقى تلات انس إنما الزكورة هيكون ذكر واحد ليه؟ لأن في التكاثر الجنسي ده كده تكاثر جنسي فالتكاثر الجنسي ده بيكون ممكن تكون مرة ذكر ومرة أنسة عادي ممكن يديني ذكر وممكن يديني أنسة عادي لكن في التكاثر اللاجنسي ده كده تكاثر اللاجنسي دايما دايما بتكون أنسة طيب نشوف بقى الخصائص بتاعة أنسة حشرة المين نهاية بتكون اتنين نون فبتعمل في الظروف الغير مناسبة بتنقسم انقصام تعمل انقصام ما يتوزي وبويدة نون البويدة النون دي بيحصل لها إخصاف فتبقى اثنين نون فالاثنين دي ممكن تكون ذكر وممكن يكون أنسة والتكاثر ديس متكاثر الجنسي إنما في الظروف المناسبة بيحصل تكاثر الجنسي فبتكون لي بويدة اثنين نون بيحصل بعد كده تولد بكري وتكون لي أناس فقط طيب المنحنة اللي هيعبرلي عن أنسة حشرة المن إن هي مثلا بص بتكون أو التولد البكري في حشرة المن دي كده اثنين نون ودي مثلا واحد نون اهيت فطبعا هي يحصل لها انكسام ميتوزي فتفضل ماشية زي ما هي فيحصل لها انكسام ميتوزي فتفضل ماشية زي ما هي عادي خالص يبدأ كده المنحنة بتاع مين المنحنة بتاع التوارد البكري في انسة حشرة المن طيب بص هنا دي كده بقول لك دي كده انسة حشرة المن نهيت انسة حشرة المن بتكون لي بواجدة بانقسام ميوزي يبقى ده تقاصر جنسي انما هنا بتقول لي البويضة بانقصام ميتوزي يبقى ده كتوالد بكري طبيعي فهيبقى التقاصر 3 ده وتوالد بكري طبيعي فتقول لي فرض جديد اللي هو الاتنين نون ودي دايما بتكون انسى لكن هنا لو حصل اخصاب للبويضة ده هي فهيبقى متقاصر ايه ده تقاصر جنسي عادي وده بيكون الاعلى في التكلفة البيولوجية اعلى في التكلفة البيولوجية طيب انما لو حصل اشعاع والدين بقى تقاصر واحد ده اسمه بقى توالد بكري صناعي توالد بكري صناعي طيب غزين نشوف منحللة توالد بكري في نحل العسل منحللة توالد بكري في نحل العسل انما لو بيكون معي الملكة تنين نون بتعمل انكسام ميوزي فتoru Bean Zacher اللي هو بيكون نون بس انما مثلا في حشرة المن في حشرة المن بيكون معايا 2 نون بتعمل انكسام ميتوزي بتكون لي 2 نون بتفضل زي ما هي تنمو 2 نون برضو طيب بص بص السؤال ده بيقولك انا معايا فرض سين حصل انكسام واحد تمام فالانكسام واحد ده الدني امشاج واحد هنا وامشاج واحد هنا فامشاج واحد انتحدت مع امشاج اتنين وفي فرض صادق هو تطلع لي انكسام اتنين فكولي امشاج اتنين وحصل تقاسر اتنين فاداني افراد لا على حسب نوع الغزاء ممكن يكون فرد سين وممكن يكون فردين فبصف الفرد سين ده هو الملكة ملكة مين ملكة نحل العسل عملت انقسام واحد الانقسام ده هيكون ميوزي فهتديني بويدة نون هنا وهنا برضو ويدة نون فحصل تقاسر واحد اللي هو ده توالد البكري توالد بكري طبيعي فاداتني فرد صاد الفرد صاد ده هيكون الزكر والزكر بيكون نون بس ماشي الزكر ده كون الافراد بتاعته او الامشاج بتاعته بينقسام 2 بينقسام 2 ده ميوزي ميوزي فاداني امشاج 2 اللي هي برضو نون فحصل اندماج ما بينهم ده تقاسر ايه اتنيني بتقاسر اتنين ده تقاسر جنسي نعم ده كان تقاسر طب chilبكري بتقاسر لا جنسي فاداني افراد لا من الافراد لا مدال لها الاناس اللي بتكون اتنين نونuros على حسب نوع الغذاء لو غذاء مثلا ملكات ملكات هيديني ملكة والملكة دي هتكون خصبة انما مثلا لو خدت رحيك الرحيك ده هيديني شغالة والشغالة دي هتكون عقيمة هتكون عقيمة وطبعا دي بتكون اتنين نون ودي برضو بتكون اتنين نون ندخل بعد كده التولد البكري الصناعي التولد البكري الصناعي بيكون معي ست مؤسلات ست مؤسرات اول مؤسر هو انه مثلا صدمة صدمة كهربية او مثلا صدمة حرارية التاني مؤسر اللي هي صدمة حرارية تالت مؤسر معايا هو ان انا عرض البيضة للاشعاع طيب رابع مؤسر معايا ان انا مثلا اعرضها للرج خامس مؤسر معايا هو الواغز بالابر الواغز بالابر سادس مؤسر معايا هو ان انا احطاه في محلول ملحي اجيب محلول ملحي كده وحط فيه بوايد دنون البوايد دنون بيحصل لها ايه تضاعف سبخة بص كده اللي حصل في التجربة دي هو ان مثلا العلماء بدأوا مثلا يجيبوا ده كده مثلا دفضع اهوت انا افترض ان ده كده دفضع الدفضع ده بيكون عبارة عن اتنين نون فلما يجي تكون لبوايدة البوايدة دي بيكونها بتبقى نون فانقصام ميوزي انقصام ميوزي فبيكون فيه طالما انقصام ميوزي بحصل تنوع بسيط تنوع بسيط تنوع وراسي بسيط تنوع وراسي بسيط البوايدة دي باعرطها ايه للتوالد البكري الصناعي توالد بكري صناعي مين؟ يعني ان انا اعرطها لاي حاجة من الستة دول صدمة كهربية صدمة حرارية اشعاع عراج واخذب الابر محلول ملحي فاتطلع لي طبعا كائن فرض جديد اتنين نون هاخد فرض جديد اتنين نون تمام؟ فاتطلع لي الدفضع الجديده الموضوع ده نجح في الضفضع ونجح في نجم البحر ونجح كمان في الارانب بس ما نجحش اوي في الارانب ليه؟ لان الارانب ده هي يعني مثلا هو تكون لي جنيل لسه في مراحل النمو الاول يعني نقدر ان هو كون زايجوت كامل كون فرض كامل ولكن ما نجحش بشكل رسمي ليه؟ لان الارانب دي بتحتاج الى رحم يعني التلقيح بتاعها يكون داخلي تلقيح داخلي وبالتالي الافراد او الاجنة الجديدة محتاجة الى رحم تحتاج الى رحم انما الدفضع هو نجح ونجم البحر برضو نجح الارانب نجح الى حد ما نجح في تكوين فرض تكوين ايه اتنين نون ماشي بش مشكلة لكن طبعا بيكون فيه لازم يكون تلقيح داخلي مش شرط يكون تلقيح داخلي بس الفكرة ان احنا محتاجين رحم يعني الافراد دي لازم تكون موجودة في رحم ده كان بالنسبة للتوالد طب بالنسبة للمنحنة بتاعها هو طبعا بيكون معي فرض اتنين نون بيحصل انكسام ميوزي فبيديني بوايدة نون فالبوايدة نون دي بعرضها للوغز بالابر اي مؤسر من 6 مؤسرات فبتتطعف الاس بغياط دايما دايما الافراد اللي بتطلع بتكون اناس ليه لان هنا كانت انسة فكوينة البيضة البيضة بيكون فيها اكس فيحصل تضاعفة اكس واكس يعني دايما هتكون اناس طب دي تبقى اتنين نون ودي تبقى نون ندخل بعد كده على زراعة الانسجة بص زراعة الانسجة هنلخصها في 3 كلمات اول حاجة هو عبارة عن انماء انماء نسيج حي يبقى ده اول شرط النسيج لازم يكون حي يعني ايه نسيج حي يعني ما تروحش تجيبلي نسيج اسكالرانشيمي ما تروحش تجيبلي خلايا فلينية ما تروحش تجيبلي خلايا مثلا ايه اوعية الخشب اوعية الخشب وكصوبات الخشب دي كلها انسجة ميتة ما ينفعش ان انا راح اجيبها انما كلمة زراعة الانسجة لازم يكون نسيج حي طيب ده اول شرط تاني شرط معايا ان هي بتحتوي على المعلومات الوراثية الكاملة بتحتوي على المعلومات الوراثية الكاملة يعني تكون اتنين نون يعني ما ترحش تجيب لي مثلا حبوب لقاء حبوب لقاء بتكون نون بس يبقى انا عايز معلومات الوراثية كاملة طيب ايه هو الشرط التالت معايا الشرط التالت معايا هو ان انا حطها في وسط غزايا شبه طبيعي في وسط غذائي شب طبيعي طيب احطها في وسط غذائي شب طبيعي زي مين وسط غذائي شب طبيعي زي لبن جوز الهند طيب ايه اللي بيميز لبن جوز الهند هو انه بيحتوي على جميع الاكسينات اللي هي الهرمونات النباتية والعناصر الغذائي ايه بيحتوي على هرمونات هرمونات نباتية وكمان بيحتوي على ايه بيحتوي على عناصر جزائية يحتوي على هرمونات نباتية وعناصر جزائية طيب ايه هو الاساس العلمي لزراعة الانسجة قبل ما نشوف الأهمية انا عايز بشوف الاساس العلمي الاساس العلمي والله بيقول لك في الاساس العلمي لزراعة الانسجة هو ان كده الخلية النباتية المحتوية على المعلمات الورصية الخلية النباتية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة خليها نباتية تكون حية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة خليها النباتية تحتوي على المعلومات الوراثية الكاملة يمكنها أن تصبح نباتا كاملا يمكنها أن تصبح نباتا كاملا ممكن تكون نبات كامل إذا زرعت في وسط غذائي مناسب إذا زرعت في وسط غذائي مناسب تمام يحتوي طبعا يحتوي على الهرمونات النباتية ويحتوي على العناصر الغذائية زي مين زي لبن جوز الهند طيب التجارب اللي اتعاملت على موضوع عن موضوع بتاع زرعة الانسجة ده كانت على نبات الجزر وكانت على نبات اسمه نبات الطبق نبات الطبق أو مثلا يمكن بنقول عليه نبات التبغ التبغ اللي هو التباك بتاع السجاير ده اللي حصل هو أجابه مثلا نبات جزر أهوت مثلا معاي نبات جزر خدنا مثلا منه حتة هيت في الحتة دي بتبغى مثلا إن عبارة عن نسيج أهو أو مثلا ممكن أخد خلايا لوحدها أبدأ أن أنا أحطها في وسط غزاء شبه طبيعي فتبدأ أن هي تنمو يعني مثلا النسيج ده بيبدأ أن هو إيه؟ ينمو ويبدأ أن هو يكون لي يبدأ أن هو يكون لي زي نظام حاجات صغيرة كده اللي هو البادرة الصغيرة يطلع كده بادرة صغيرة البادرة دي تكبر شوية وتديني نبات تكبر شوية وتديني إيه؟ نبات كامل دي فكرة زراعة الزراعة الأنسجة طيب هم جربوا الموضوع ده على مثلا جزء من الجزر دي في تجربة أول تجربة تانية تجربة رح أخدي مثلا خلية من الورقة نسل ان راحوا في ورعة كده معينة وعملوا علىها نفس التجرب دي دي مثلا جزء أول خلية خلية واحدة بس من الورقة نفس اللي حصل هنا هو نفس اللي حصل هنا طيب دي كانت التجربة التانية التجربة التالتة برضو عملوها على نبات الطبق أو نبات الطباق نبات الطباق أو الطباق اللي هو نبات التبغ طيب نشوف بعد كده أهمية زراعة الأنسجة بس في نقطة معينة. عشان برضو في سؤال خادع كده. ممكن يجي اقول لك. انا مثلا معي. مثلا ده وسط غزاش بي طبيعي. حطيت فيه والنفطار ادخلية. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هيطلعوا لي كم نبات جديد. والله يبص هو قالك انماء نسيك حي. نسيك حي. فانا لو جبت دول كلهم مع بعضهم هيطلعوا لي نبات واحد. خمس ستة ايه مثلا جاب لي خمسة جاب لي ستة. جاب لي سبع خلايا هيطلعوا لي برضو نبات واحد. لان التعريف قلت لك هو عبارة عن انماء نسيك حي. نسيك يعني مجموعة من الخلايا. فلو قال لك حطيت خمس خلايا. حطيت ست خلايا. انا كده باتكلم على نسيك حي. طيب برضو من ضمن الافكار ممكن اقول لك انا عايز خلية جسدية. الورق دي بتبقى اتنين نون. فانا هاخد خلية تبقى اتنين نون. فهيديني برضو. هيديني النبات الكامل ده هيكون اتنين نون. فبرضو المنحنة بتاعها هيكون كده سابت ده اتنين نون. تمام? فانا ممكن مثلا اقول لك يا هاتلي خلية جسدية او جسمية. خلية جسدية او جسمية تنمو. تنمو لفرض كامل. تنمو لفرض كامل. يبقى انا كده بتكلم على زراعة الانسجة. زراعة الانسجة. طب لو قال لك مثلا انا عايز خلية جنسية. خلية جنسية تنمو. لفرض كامل. لا لو خلية جنسية تنمو لفرض كامل. يبقى انا كده بتكلم على التوالد البكري. توالد البكري. تمام? يبقى نميز خلية جسدية ودي كده خلية جنسية. خلية جسدية تنمو لفرض كامل. يبقى زراعة الانسجة. خلية جنسية تنمو لفرض كامل. يبقى انا كده بتكلم على التوالد البكري. سواء كان الصناعي او الطبيعي. طب تعالي نشوف اهمية علامة زراعة النسيجة اول حاجة في خلال التجربة دي انا قادرت ان انا من نسيج صغير كده من الجزر اكون نبات الجزر كامل وبالتالي كده انا هقدر اقطر من النبات الجزر ده ايبا رـ 1 الاكثار من نبات نادرة اكثار من نباتات نادرة خلي بالك الاكثار وليس الحصول الاكثار وليس الحصول لان رأ Tabletplex كلمة الحصول الحصول ده معناها ايه معناها كده دي حاجة اسمها اندسة وراسية هندسة وراسية ليه لان الحصول ان انا بجيب مثلا حاجة من هنا وحاجة من هنا وابداء اضفهم مع بعض الاسم الحصول لا انا بعملش السواق انا مش بحصل انا بكتر بس يعني بجيب نبات عايزة اكتر منه وبكتر منه يبدو الاكسار الاكسار من نباتات نادرة نباتات نادرة او مثلا زاد سلالات منتازة او زاد سلالات منتازة او مثلا اه او اكسر مقاومة للاوراض او اكسر مقاومة للامراض طيب دي اول اهمية تانية اهمية هو انا مثلا ممكن ايه احل مشكلة الغزاء عن طريق ان انا كونت نباتات كتير تاري كده حل مشكلة الغزاء طيب تالت اه حاجة معي دي كده تانية حاجة تالت حاجة معي هو اختصار الوقت اللازم لنمو المحاصيل المنتجة لنمو المحاصيل المنتجة طيب رابح حاجة هو انا ممكن اتحكم في معاد زراعة الانسجة عن طريق ان انا بحفظها في النيتروجين السائل يبقى التحكم في مواعيد او معاد زراعة الانسجة ان طريق ان انا بحفظها فين بحفظها في النيتروجين السائل خلي بالك النيتروجين السائل ده حاجة ولابن جزء الهند ده حاجة تانية انا مش بحطها في النيتروجين السائل عشان تكبر لا انا بحطها في النيتروجين السائل عشان احفظها والنيتروجين السائل ده درجة حرارته بتوصل الى سالب 196 درجة مقوية سالب 196 درجة وبكده أنا بخلصنا زراعة الأنسجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته